مرحلة الخطر تأكد من الجاهزية في المستشفيات تدريب الكوادر الصحية مضيفاً نبحث عن توفير المطاعيم من مصادر مختلفة إذن الحكومة تستشرف خيراً قادماً وتعمل بناءاً عليه ومن هنا نتساءل هل تجاوزنا مرحلة الخطر الإجابة ورحب بضيفي دكتور بسام حجاوي عضو الجنة لأوبية مساء الخير دكتور بسام أهلا وسهلا أهلا بك في نبض بلد وإحنا من أيام نتابع في المنحنة الوبائية هناك انخفاض باستثناء يوم وكان السؤال هل تجاوز الأردن الظروة؟ انتهت الظروة كانت يوم الثمن تلاف هالذروة تسجيل الإصابات في الأردن وبدأنا في الانحسار الموجة الأولى أن صح التعبير أنها هي موجة الحقيقية بما أن آخر يعني سيدي خلينا نحكي بالأول أن الجائحة لم تنتهي بعد إحنا جزء من العالم وابنان عليه لازالت الجائحة يعني انبارح في 24 ساعة سجلت نصف مليون إصابة وثمن ثلاث وفا وابنان عليه لازالت الدول تحت أمور بحيث أنه هي أي دولة قد تتأثر بالجائحة وابنان عليه هناك دول فيها أرقام عالية وفي دول فيها أرقام متدنية بيعتمد على زي ما تفضلت الالتزام والإجراءات اللي عمالها بتتخذ والقوانين والأنظمة وقوانين الصحة العامة وإجراءات السلام الصحي العامة بشكل عام هلأ نطلع إحنا على وضعنا سواء زي ما تفضلت سمناها الموجة الأولى ولا الثاني صار ارتفاع في عدد الإصابات هلأ هو الأشياء اللي عمالها بتطلع هو المنحنة الوبائية هو خط بكسلك قديش أنت باليوم قديش عندك إصابة فيه خط للإصابات وخط للوفيات أنت بترصد وفياتك هلأ إحنا أعلى رقم عنا كان اللي هو 6,933 يعني قربنا على السبعة ما طلع عنه أنا وبائيا بعتبر هذه الضربة حتى يثبت العكس فالضربة إجت لكن هي لازالت بقيت يعني بجوز أنا بدي أربطها وأفسرها وأتفلسف فيها 6,933 كان هناك في ذلك الوقت اليوم مصنع العقبة وبناء علي أنت بدك تشيل المصنع فمعناته إحنا لكن هي ضروة رقم سجل على الأردن ما فيه لعب أنك بتسجل رقم سواء وفاء أو كذا وأعلى رقم وفاء كان 91 فأنا برصد أرقامي التذبذب يوما ما في الأرقام بيعطيك فكرة أنه لم يستقر الوضع بعد لما تتقارب الأرقام بكون أنت وصلت إلى منطقة بتتوقع أنه فيه يكون فيه أنها خفاض ملحوظ هلأ الأرقام لا تكفي المجرد هناك ناس بتطلع كدهش بتفحص كدهش بتطلع منها إيجابي وصلنا برضو في رقم عالي 28% هلأ اليوم سيدي 16% والعشرة مبارح أنا سؤلت هذا السؤال أبطلع طلع خمس تلاف ومية بعتبره هذا يوم شاذ عن الست سبعة أنا اليوم أتوقع تقلت لو إيجا خمسة وواحد معناته فيه معناته رجعنا ما مش الأمر رجع عماله بتنازل وإنسى هذا المضوع ليش لأن أنا بحسب حالي أسبوعيا طلعت أنا الأسبوع اللي فات اللي هو الأسبوع الوبائي بحسب من سبت لجمعة وكان كم كان رقمي 33 ألف إصابة بالأردن اللي قبله كان 37 ألف اللي قبله كان 35 ألف فمعناته أنا الأسبوعين اللي قبله مشيت أنا أكسرت يعني أخف منه أو أقل منه هذا أعطاني مؤشر لكن بجوز حكى معاني الوزير كلمة الدكتور نذير مهمة إحنا إذا بنا اتصح أرقامنا بتصح في الموجة وليس الجائحة الجائحة شكل جاهة عالمية بتهدد دول العالم لكن إحنا في موجة هلا إحنا بصدد أنه هذه الموجة اللي إحنا فيها وبدت بواحد تسعة إنها تتصحح والدليل على ذلك لا يمكن أرقامنا تنزل أقل من 2000-1500 ما في صفر ما في أرقام تحت المية وتحت الميتين زي زمان ليش؟ لأن الجائحة العليا العالمية لسه شغالة وليس المنظمة بتقول في موجات أخرى فإحنا بنا نصحح الموجة عشان نصل إلى مرحلة أنه يستطيع النظام الصحي يستوعب يستوعب أرقامك يستوعب وفياتك يستوعب إدخالاتك اتطلع في مؤشرات عدة خذ من أرقام الأرقام نزلت وصلت هلأ 4000-5 ووصلت في أحد الأيام يومين 3900 خلنا نقول أربعة فمعناته ماشي الوضع كويس لكن بحذر لأنه في جائحة عليا وجائحة تؤثر عليك وتقلب لك على الطاولة شو اللي بقلب على الطاولة؟ أنك أنت الالتزام أنت ما في مطعم عندك لحد الآن إن شاء الله 210 شركة لهلأ يعني بتتنافس على الموضوع وفي عشرة على السطح طافيات وفي أربعة رئيسيات وصلوا للمرحلة النهائية الكليناكية اللي هي التجارب على البشر هذول اللي إحنا بصدد إن نوصلهم هذا الكلام مدام فيش عندي مطعوم وما نعطى معناته أنا لسه بخاف بدي أستعمل الكمامة تباعد اجتماعي مرة ثانية التزام الناس أوامر الدفاع هلأ يتخفف ما يتخفف أنا بهمني إنه أرقامي تصح الوبائية عشان أنا أشجع الحكومة على إن تدرس وتراجع الإجراءات الموجودة بس دكتور اليوم إحنا منقدر نقول منقدر نقول أنه في مرحلة اليوم في مرحلة تصطيح الوباء تصطيح المنحنة الوبائية صحيح مش أكثر من هيك ما بنكون أكثر تفاؤلا نحن نمسنا اليوم في المؤتمر الصحفي إنه هناك تحذير من التفاؤل الشديد بما نسجع من أرقام طبعا لأنه أنا تصطيح مع انخفاض واضح لكن هاي يوم أنا جاء عندي 5185 فإذا أنا بدي وقت أطلع عليه بجوز أنا زي ما بحكي كنا نقول إحنا لنهاية 11 صار عندنا اختراقات إذا بتذكر قبل شهرين ثلاث أنا حكيت إنه بنهاية 11 راح متوقع من الجوائح والتجارب العالمية إنه الموجة بتاخذ عمالة 3-4 شهور فلازم توصل البيك وتنزل بس هي سيئتها إنك إنت صار عندك موجة صار عندك اختراقات صار مشاكل بتنزل الجانب الثاني من المنحنة ما بنزل للي كان هنا 10 أو 40 أو 50 كان عنا رقم إذا بتذكر في الموجة الأولى إذا سمناها كان أعلى رقم عنا البيك تاعها 152 نصابة أنا بتذكر الأرقام تماما هذا بيك لنا 7000 فهذه نزلت هلأ نتمنى أنا لو نزل ورجع لألف أنا بكون مبسوط ليش اطلع على الدول الأوروبية اطلع على الخليج لما رجع وتعافى من الموجة كلهم تعافوا من الموجة اللي كانوا بإجراءاتهم الشديدة جدا اللي صابت بشهر 5 و 6 و 7 و 8 وتعافوا منها نزلوا ونزلوا لمستوى قديش بسجلوا بسجلوا 1800 و 1500 وفيات 3-4 نأمل أن نصل لهذا الحكي إذا وصلنا معناته إحنا منوصل ومنصير زي الدول التي تعافت من كل زي 30-40 دولة وضعها كويس حتى الجائحة يبين نصيرها الجائحة الكبرى طيب العالمية تسمح لي هنا بسؤال والسؤال هذا ورد كثيرا هل الإجراءات اللي اتخذت اليوم ساهمت في ضبط المنحنة الوبائي تصطيح المنحنة الوبائي يعني خففنا إجراءات وزدنا إجراءات وكنا في إجراءات وصرنا في إجراءات اليوم هناك من يقول أن هذا نجاح للإجراءات بأن المنحنة الوبائية بدأ يتسطح وبالله ينزل هذا نجاح إضافة أنه الجهاز الصحي وقدرته على التعامل مع الألقام اللي ظهرت هذا أيضا إنجاز صحي طبعا يعني بجوز خليني أقارن وضعنا قبل شهر في مجتمعنا كثير هلها تطلع فيه التزام بالكمامة التزام واضح هذا شي جيد فيه كثير منقسم الناس أنه لا ولا لو تعملوا حظر مفيد وفيه ناس اللي عندها اقتصاد وعندها أوضاع قد يعني تتضرر كثيرا ما يقول لك ليش الحظر ما جاء نتيجي لا كل الإجراءات أوامر الدفاع اللي صار أمر الدفاع الخاص بالكمامة والخاص بالمخالفات وتغليض العقوبات كل هذا ماشي الجمعة كمان تراكم جمعات على بعض بجيب مين اللي قال ما بجيب لكن أنت لما تحس حالك أنه فيه التزام من الناس برأيك حظر الجمعة وتراكمه لفترة طويلة أدى إلى نتيجة في نهاية طبعا إحنا عنا طبيعة ليش إحنا نصبنا هون وما نصبش لجنبينا لأنه عنا طبيعة بشرية وعادات وتقاليد أردنية قد تسمح بإنه إحنا يوم الجمعة منرحرح منرخي منرتقي ومنطلع ومنضرب عرض الحاط ومنروع لعائلاتنا ومنقعد ومنصلي ومنطلع ومنشتري كل الثغرات كثيرة وارد ليش لا يعني بس قد يكون إنه فيه كطعات بتتذرر وأنا شفت الحلقة كطعات بتتذرر ما هو أنت شجعني أنا في المواطنين وفي المحلات أنا مرات بقول ما كولي يعمسك كروب الشامل الأحمر اللي بيخالف وافتحوا الكطعات كلها إحنا هيك مرات فينا رأي إحنا بهمنا فيش تجمعات بهمنا تباعوا الاجتماعي كل جنت أوبي آه هيك رأي نهض بس إحنا لما يدخل الرأي المالي والاستثماري وكذا بديو يهذب القرار الصحي ليش لا تعافي هلأ مرات بتضطر أنت تعمل إجراء العد كديش صار إشاعات على أنه في حظر طويل ما صارش أركم عمالها زي ما تفضلت بتتسطح ماشي فوق مما يدل أنها ستنخفض لكن لا يعني أنه إحنا خلص وأنا بخاف أنه بعد ما نصل لمستوى مقبول أنه الناس تقول هاي نزل الوباء وكذا ونرجع برخاء مرة ثانية ونأخذ موجه ثاني إذا ما بتحكي المنظمة في موجه راح تكون بشهر 2-3 فلا تتراخوا خليكم بالإجراءات ليش عبينما المطعوم يبين له منظمة الصحة العالمية تحذر من موجه ثاني أو ثالث أو رابع حسب كل دولة قد يكون هناك موجات إذا تأخر المطعوم ويكون هناك موجات إذا لم تلتزم الناس في إجراءات السلام العامة وإذا ما بتلبس الكمام اللي إحنا عادة نتعودنا عليه نقول الكمام هي زي المطعوم الكمام إنك أنت تتباعد يعني هذا شي عظيم إنك أنت في المؤسسات يلتزموا الناس إنه في العزل المنزلي الناس يكونوا ملتزمين في بيوتهم ينخلص العشر تيام لو طلعت أنا هلأ يعني أستاذ محمد أنت ما بتعرفني هلأ قد أكون بوزتيف أو نكاتيف يعني كيف بدك تعرفني ما حد أعرف حدا اليوم أه لا بتعرفني ما حدا بيعرف إذا أنا بوزتي بتعرفني نعم ولا حتى في الشارع بقدر تعرفني عشان هيك يلتزم ضمير ومؤسسي رغم إنه في خمسين في المئة من الناس يعني بدون عراض اللي هم هذول واللي هم شفيوا وأنا لو عملت هلأ فحصات راح بطلع عندي ناس بدون عراض معناته برضو في الشارع في الناس إذن الكمامة والتباعد والنظافة البيئة وغسل اليدين والكوادر الصحي يكون لها كفاية وسائل وقاية شخصية وتريح بعض وفيه أسرة للمواطنين كل هذه بتلعب دور كلها من الطب الوقائي الجزئي والوبائيات ورصد المرض واكتشاف الحالات وتقييمها عبين ما يدخل المستشفى بيكون الدور العلاجي الدواء والأسرة وعشان هيك شو الدولة بتعمل هلأ بتعمل التعزيز تعزيز النظام الصحي لعلاج المرضى وهذا التعزيز بيجي هاي زي ما حكوا في البيانة الصح بيدربوا أطبه وعينوا أطبه وعينوا أطبه لأنه ممنوع غير عشرين حد في التجمعات فعشان هيك فيه قطعات كيف بدك تقوله انت افتح وضو وإحنا قاعدين منقول هاي المؤتمرات الطبية ما عملها بتنعقد الأطب أصحاب المهنة اللي بقعدوا كله أونلاين ما حدش بقدر يقعد عشرين أكثر من عشرين ممنوع لا في النقابة ولا في الوزارة ولا في برة ولا جوة ولا مؤتمرات كلها توقفت كله توقف كله تعطب بناء على أنك أنت بدك تضمن توصل حدها الأدنى والله لما أنا أفكر بالرقم 3180 اليوم مثلا حالي و52 وفاة يعني إذا بقيت كذلك وما فيش ثغرات أسبوع اللي فات زل زي أي محافظة ممكن تعلم مية متين زي أربد مبارع عليات أعلى من عمان هذا ما بيجي من فراغ فيه سامثين رونك حصل في هذه المدرية في هذه المحافظة أدى إلى ارتفاع على هذا والدليل على ذلك أنه رجعت هلأ يقال أنه في مثلا يعني عينات كانت موجودة ونجمعتهم ما فيه ما يمنع يعني ألغيها أنا ما بصير لأنه هذا فيه شفافية بالأرقام أرقام هذه تسجل على المملكة بدأ تكون واضحة أرقام ما فيه مزح فيها التشكيك في الأرقام إطلاقا فيه نظام رصد إلكتروني مش بكيفي أنا مش بكيفي يعني بيبلغني نظام الرصد وفيه ناس بترصد ما قالوا مش علاقة بالمرض ولا بيعرفوه بسجل واحد ثنين ثلاث أربع ما ما قالوا علاقة يعني بيستعامل بالأرقام ما بقدر يقول بسام أو محمد أو كذا أو شيل أو حط هذا أرقام هذه إذن العدد التراكم عنا 219 ألف حالي التراكم من عدد التراكم من المملكة من 2 ثلاث من أول صابح حتى اليوم عنا وفيات 2800 واضح هذا ما فيه مزح فعشان هيك انت تأخر يوم متأخر بنعكس عيوم بس ما بنعكس على أسبوع ما بنعكس على أسبوعين ولكن التشكيك في الأرقام المسجل الفطرعية هذا كلام غير ما بصير يعني ما بصير اللي بشتغله كوادر مختلفة from A to Z يعني هو الطبيب برأس الفريق الصحي لكن في مئة كادر فنيين وفيه تمريض وفيه كذا كل واحد إله دوره نظام الرس إذا ما استمرينا بهذا الانخفاض بهذه النسب خلينا نكون يعني نعطي جرع التفاول قديش بدنا عشان نقول والله سنة القام والله إذا ماشي هيك الأمور يعني في نهاية هذا الأسبوع راح تبين إحنا قلنا وصلنا 33 ألف إذا أنا بتطلع لما أجمع أرقامي وحسنا 30 و 28 كثير من بسط لأن هذا تراكم إلى أسبوع يعطيني يعطيني مجال لكن أنا أريد أن أظل حذر سألت ما حكى على فكرة الوزير ما في مزح لأنك أنت في جائحة كبيرة حواليك أنت بتشتغل في الموجي بدك تكسر الموجي وتلزل حالك وتعيش حياتك وتبني حالك وتعزز حالك تمهيداً للأسوأ قد يكون فيه أسوأ لكل الدنيا وليس للأردن ومين بيثبت أنه قد ترجع لدولة وما ترجع أنك أنت الإجراءات اللي عندك إذا صارت الإجراءات كويسة والناس عمالا بتتعامل بطريقة صح وكل هذا الكلام وليوم أحدهم قال في تركيا هناك إجراءات صارمة ورغم ذلك عدل وباء أبداً مو صارم كانوا فاتحين والدليل على ذلك شو عملوا اليوم قالوا بلنا العطل زينا أخذوا إجراءة نحن بدهم يسكروا من تسعة مساء الخميس لثماني صباح الإخنين لأنه عندهم جمعة السبت وأحد عطل دليل أخذوا إجراء نهاية الأسبوع عشان يضبطوا يضبطوا الوضع فمعناته هاي دولي أخذت منها على أرقامها لأن أرقام انفلتت من عندها فالأرقام اللي بتنفلت شو بدك تسويها بدك تشوف الأسباب هلا سيد إحنا بتفشي مجتمعي من الصعب إنك إنت تشوف مين اللي عدم مين فبدك تتحقق بالموضوع عشان هيك اختلف البروتوكول كله فإنت بدك تطلع على الموضوع إنك بدك تشتغل على كل الجبهات فرم إيه تزد حتى إنت تضمن تكون في أقل خسائر حتى إيش يطلع المطعوم اللي هو المطعوم الحل الوحيد للقضاء على الجائح اب هناك من يتحدث إنه نصف شهر 12 أمورها بتصير أفضل وممكن نعيد فتح القطاعات نوسع المساحة وارد نزيد الساعات وارد وارد إنه لما الأرقام تنزل وتتعافى شوي التعافي الحذر اللي احنا بنحكيه لأنه حكينا ما خلصت الجائح مش أنا أقول خلص الوباء وأضرب عرض الحائط لا فمعناته هذا بيخلي الدولة تفكر في الإجراءات اللي اتخذتها أنا هي يعني باقتنع لو أنا مثلا بصانع قرار بطلع عليها وبشوف أن أصحح أشياء كانت ضرورية قبل أسبوعين أو ثلاثة وهلأ قد تكون مش ضرور وماشي حالها طيب شو آخر التوصيات لنت لأوباء لا لجلة الأوباء يعني بتتعامل هي بشو وفي سؤال إنه هاي الأرقام بتسمحني نفتح المدارس يعني المدارس ما هو أنت بتطلع أنه يعني الفصل الأول خلص يعني صار أونلاين هلأ الفصل الثاني الله الله واحد اثنين مثلا الفصل الثاني واحد اثنين في عالم الجوائح بعيد بعيد أنك تاخذ قرار هلا عليه ما بتقدر أنت بدك تصحم تصحصح من الموجة اللي أنت فيها الموجة هذه اللي إحنا خصوصي إنا للأردن اللي صارت لأي أسباب لأي ثغرات لكذا منها نصححها ونمشي على الطريق على السك المزبوطة بحيث أن نمشي هلأ برضو صار عندنا مستشفيات صار عندنا أسرة صار تعاون صار تشاركية صار الكل يستفيد منه جابوا الأخصائيين عينوا أطبة طمريض فتحت مستشفيات دربوا القطاع العام في المحافظات بدوا يشتغل كله القطاع الخاص كله في أوامر الدفاع طلعت على المستشفيات هي تمهيد أنها تتعاون ما حدا جاي في حد هي تتعاون بحيث أنك أنت أي مفاجئة لأنه أنت يعني مين هي الدولة هلأ هلأ إيطاليا وبريطانيا وكذا رجعوا من جديد هاي موجه الثالثي هاي قاعد الأرقام بتزيد شو الأسباب معناته لسه معناته أنا بتخاف أنك أنت الدول الأوروبية هذا لما ييجي المطعوم كويس راح يخذه راح كل واحد يدور على حاله بالمطعوم بس المنظمة بتقول إذا ما وصلش المطعوم لكل الناس وما فيه عدالة برضو راح يكون خلل فيه جابس بسموها شو بسموها أنه يعني فيه فرغات بتخلي الجائحة ما تنتهي لأنه هذا عنده هذا ما عندوش هذا الطعام هذا ما الطعامش هذا أرقامه طالع هذا أرقامه بدك تحس أن الدول كلها بتنزل نزلة واحدة بدك تحس أنه النص مليون اللي بتحكي عنهم المنظمة في العالم بأربع عشرين ساعة وثمان تلاف وفاة نزلوا مش أنا هلا دولة صارت البرزيل بتبلغ عن مئتين وثلاثتاشر ألف حالة من جديد صارت ووفيات بتبلغ عن ثمانمية وأنا أتطلع بخاف بخاف أن الدول اللي بعيدة هذا وباء جائحة خطيرة صارت أربعة وستين مليون والله أنا بأكتب بالأرقام ما بلحك المليون ما بستحمل معي يومين على المستوى العالمي تتطلع كنا مبارح الثلاث وستين اللي قبله وواحد وستين اللي قبله وكذا في الأسبوعين هذولا كنا من ونحن معرضون لموجة أخرى إذا لم نبقي الالتزام ونبقي الاحتياط ما فيش دولة محصنة وتحصينك يعتمد على أنت التزامك التام بالإجراءات يعني فيروس لما يجي لقيني أنا لابس كمامي وانت لابس وبعديين وكذا يعني ليش يبلش فينا مثلا هيك ببساطة الناس اللي غير ملتزمة ولا الناس اللي فوق بعض ولا الناس اللي بتتدافع اللي هذة احنا مش قادرين نعرفه يعني اللي بيخوف الحكوم اللي هذة افتحونا أو ساو نشاط قبليها بأربع ساعات الناس بتتهاجم ما بعرف هذه أنظمة والمفروض عادات وتقاليد نغيرها عشان نضمن إنه الجائحة تخف ونحيش حياتنا طيب برضو ما جاوبتني على آخر توصيات اللاجنة الأوبية اللاجنة الأوبية احنا عنواننا الدائم نبعد عن التجمعات يعني أنا بحكي عموميات هلا هذه بتتكيف وبتتفصل على المنحنة الوباي ما أعتقد إنه احنا نصل نكون ألفين وكون عندنا وفيات تكون مستشفياتنا بتستحمل ولما يحكي دكتور نذير الوزير والدكتور وائل يقولوا معدلات الاشغال في المستشفيات أنا بدل ما أقولي 62 قريب على المية يقولوا عندي 44% بكون أنا تشجعت إن أنا قادر على استيعاب وشو أنت نظامك الصحي لما يستوعب الأمور أنت بتكون بتلجأ نجح وأنت مطمئن أن النظام الصحي نجح اليوم بما اتخذ من إجراءات بالمرور من الأزمة من أزمة الموجة الأولى الحقيقية في الأردن يعني هو بجوز خلينا رغم أنه هذه كنت تكون موجة الأولينية وهذه الموجة الثانية لكن هذه اللي تجرب فيها حلو الكلمة أنه تجرب فيها النظام الصحي واتطلع على دروس مستفادة منه وبناء عليه كان فيه هنا وفيات إحنا لو 1-8 1392 إصابة 11 وفاة كل الوفيات هذه الـ 2800 وكذا كلهم صاروا من 1-8 إلى فوق حتى من 1-9 وفوق فإنت أنك صرت تستوعب وينزل الرقم 52 من 91 إلى 52 نزل 60% الحمد لله الحمد لله طيح فهي هذه بشكل عام أن نستشرف الخير لكن بحذر شديد وما أحد يتأمل أنه فتح ونعم ولم ننتهي الأمور وقد نشهد جائحة موجة ثانية أو ثالثة إياً يعني سيد يسام محمد هي المنظمة تقول أنت يا دول شرق أوسط ديروا بالك أرقامكم بتعلم هي بتنظر بتتطلع بتعمل المتابعة وتقييم أنا بتطلع على حالي أي نعم بس ما هي برضو في ناس برصد الدول وفي مراكز بحاثة بترصد هذا ليش عالي وهذا لكل سكان وهذا لكذا في معدلات كثيرة من ناس بيستعملوها مش مقامي واحد يا سيدنا كان عندي سبعة وثلاثين ألف الأسبوع اللي قبله والأسبوع اللي فات هذا كان ثلاث ثلاثين حلوين هاي أربعة تلاف نزم اللي قبله كان خمس ثلاثين معناته في الأسبوعين اللي قبل هذا الأسبوع اللي فات خلينا أتفرج على هذا الأسبوع مش أتجعني والأسبوع اللي بعده هاينا منكون بشهر اثناش بحيث إن شاء الله زي ما تفضلت إنه نتعافى وكون إنا درس اشتركوا في القناة